أقام الشيخ فيصل الحرش الجربة دعوة في مظيفه على شرف الشيخ الدكتور عبود وحيد العساوي شيخ البوعيسة والنائب محمد الخالدي بحضور مميز لشيوخ وشخصيات وأعيان المجتمع من جميع أطيافي ومكونات الشعب العراقي من محافظات النجف وبغداد وأربيل ونينوى وصلاح الدين والبصرة والأنبار ودهوكا وأكد المجتمعون أهمية اللحمة الوطنية وتعزيز السلم المجتمعي والمصالح الوطنية لفتنا إلى أن الروابط التي توحد المجتمع هي عديدة وثيقة وهي أكثر من التي تفرقه كنبذ التطرف والطافية والإرهاب وحي المجتمعون القوات الأمنية بمختلف صنوفها على تضافر جهودها في تحرير أرض الوطن من دناس الإرهابي ليعيش العراق الآن آمناً سالماً وشعبه ينعم باللحمة الوطنية اليوم نسعد بحضور الدكتور عبود وحيد العيساوي هو والوفد اللي معاه والحمد الله ننعم بالأمن والأمان بعد ما انزاحت ثلة الأرهاب داعش وما لف معها اليوم ننعم بالأمن والأمان ونعيش في جميع أنحاء العراق بخير والمجتمع يكون من جميع مكونات المجتمع العراقي واليوم حنا الحمد لله حظينا بأخوان من البصرة ومن بغداد ومن الموصل ومن كردستان ومن كركوك ومن جميع ومن أطراف الجزيرة فارس الجزيرة اللي هي أما بين دجرة والفرات الحمد لله اليوم حنا شعب واحد وعشيرة واحدة وداعش وحدتنا والفضل لله ونعيش في إقليم كردستان في أربيل والفضل لله لهذه القيادة الحكيمة الذي حضنت العراقيين بعد اشتياح داعش وعرفوا العراقيين أنهم هما جسد واحد